بطرد جامعي آخر لموظفين في البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا ونددت بتصرفات برلين التي تواصل تدمير مجمل العلاقات الروسية الألمانية بحسب تعبيرتها ولم تكشف عن عدد الدبلوماسيين الذين يتعلق بهم القرار أعلن الرئيس البرازيلي لوسولادا سيلفا رفضه لانخراط في الأزمة الأوكرانية معربا عن رغبته في المساهمة في إيجاد حل تفاوضي بين روسيا وأوكرانيا وعقب القائن مع نظيره البرتغالي مارسيلو ريبليو دي سوزا في لجبونا أكد رئيس البرازيلي الحاجة المليحة لجلوس مختلف الدول على طاولة المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا في سبيل إنهاء الحرب وإرساء السلام أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الهجومية سيطرت على ثلاث مناطق أخرى في الجزء الغربي من مدينة بخموت الأوكرانية وأضفت الوزارة الروسية أن القوات المحمولة تجون قيدت حركة الوحدات الأوكرانية ودعمت حركات الفرق الهجومية للسيطرة على المدينة وتخض وحدات أوكرانية وروسية معارك منذ شهور للسيطرة على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا والتي عم دمار معظم مناطقها أعلنت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني أن القوات الروسية تحتفظ بإحدى عشرة سفينة حربية في حالة تأهب قتالي في البحر الأسود بما في ذلك غواصتان مسلحتان بصواريخ كاليبر أضاف الجيش الأوكراني أن الوضع في المنطقة الجنوبية ما يزال صعبا رغبا مواصلة القتال حيث يتألف تجمع السفن الروسية في البحر الأسود من إحدى عشرة وحدة بما في ذلك حاملتان صواريخ من الغواصات مسلحتان بثمانية صواريخ كاليبر أعلنت هيئة الأركان العامة القوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الأوكرانية تمكنت من صد 53 هجوما روسيا في مناطق بخموت وأفديفكا وامارينكا وشاختارسك وقالت هيئة الأركان الأوكرانية أن العمليات القتلية الأشد مستمرة في بخموت وأشارت إلى أن القوات الروسية توصل تركيز جهودها الرئيسية الهجومية في بخموت وأفديفكا وامارينكا وشاختارسك لافتة إلى أن القوات الروسية قصفت المواقع الأوكرانية باستخدام قاذفات الصواريخ متعددة للإطلاق والمدفعية الثقيلة وطائرة مقاتلة أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني مقتل أربعمائة وسبعين طفلا وإصابة تسعمائة وتسعة وأربعين آخرين منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير من عام 2022 وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية حيث أن العمل جار لتحقق من البانات الواردة من مناطق الاشتباكات والأراضي التي تسيطر عليها روسيا أضاف المدعي العام أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحة كانت في منطقة دانتس كوتاليها خاركاب وخرصون جدد رئيس الوكالة الدولية لتقة الدرية رفايل جروسي دعواته للأطراف المعنية لإقامة محيط أمنية حول محطة التقة النووية في زابوريجيا في أوكرانيا وقال المسؤول الأممي أنه لمس خلال زيارته الأخيرة للمحطة النووية مؤشرات واضحة على استعدادات عسكرية في المنطقة معربا عن قلقه بشأن الوضع في محطة زابوريجيا بعد ورود تقارير خبراء الوكالة في الموقع تفيد بسماع انتجارات ما يشير إلى قصف مكثف